سعيد جداً بهالفرحة اللي شفناها من أهالينا في لقصر بوجود فرع للنادي الأهلي والجميع كان يعبر بفرحة وسعادة لانضمامة لهذا الكيان كابتن محمود الأهلاوية يمكن يعتبرون الانتصار الحقيقي هو عمل لائحة للنظام الأساسي اللي هو دستور للنادي الأهلي أبي أتكلم عن هذا الجانب وكيف قدرته أن يتم إنجاز هذا الموضوع وأتصور هذا كان التحدي الأكبر لمجلس الإدارة هو التحدي كبير وتحدي وأول تحدي إنك إنت تجيب يعني تشتكمل الجماعة العومية كويس الغير عادية علشان نرسي دستور للنادي الأهلي نختاروا كلنا مع بعض ونتناقش فيه كلنا مع بعض أعتقد إن ده كان أمر مهم جداً لإن حرص الناس النتيجي كان ممكن الناس كتير تقولك لا ما حدش هتواجد يعني ولكن بداية الموضوع إحنا عملنا زي منقشة مجتمعية خدنا أراء كل الناس خدنا أراء الأعضاء وخدنا أراء الكتاب وخدنا أراء الكانونيين وخدنا أراء الشباب وخدنا أراء الناس كلها اشتركت فيه وضع هذا الدستور وما كنا حارسين جداً نحط أسس ونتناقش في ندوات عامة كمان وناخد الأفكار بتاعت الناس بطول أعضاء النادي الأهلي بمختلف برضو شرائح مختلفة ونأيدها ونغيرها إحنا عايزين نحط دستور يعني يشملنا جميعاً دستور نتوافق عليه جميعاً عشان كده أخذ مننا فترة طويلة جداً الإعداد ده هو ده اللي خلى إنه متكون فيه جماعية عامية بقى لتفعيل هذا الدستور الناس جات الناس جات بحب والناس جات حريصة جداً كل واحد فيهم يشارك في وضع دستور تاريخ للنادي الأهلي إنك أنت هتستمر طرق عمرك عليه آه ممكن بعكي عايز تغير بند التغير بتاع ده موضوع مختلف لكن الأصل هو الدستور النادي الأهلي أو اللايحة النظام الأساسي في النادي الأهلي أنا بشكر الحقيقة كل الناس اللي شاركت في هذا العمل ويمكن عندنا كمان حاجة القانونيين اللي صغوا الصياغة الأخيرة بتاعة هذا بنوضة الصور ده أنا بشكرهم جداً جداً ويمكن إحنا دونا بعد ما خلص وتم اعتماده من جميع الأممية حطوه فيه كتاب وأهدهولنا في مجلس الإدارة والنجل مجلس دارة كرم جميع السادة القانونيين اللي تشتغلوا معنا في هذا الأمر تسمح لي برضو عايز بس أضيف حاجتين إنه برضو فيه الأعضاء العاملين في النادي الأهلي فيه كمان لجان متعاونة معنا أوكي كويس لجان دي لجان مثلاً لجنة مرأة لجنة الشباب لجنة الطفل لجنة ثقافية لجان مختلفة ها مستحدثة لا هي موجودة من طرع مره أوكي ولكن إحنا يعني برضو طورنا فعلتوها أكتر؟ أكتر بأعداد أكبر بشاركة أكبر من الأعضاء منها مثلاً بعض الفرق اللي مميزة جداً في النقفريس من فريق الصباح مثلاً الناس دي بيجوا الساعة 4 ونص يصالوا الفجر الناس معظم كبار في السن وشباب وأطفال وسيدات ورجال وكل حاجة الساعة 4 ونص يصالوا ويتمرنوا لغاية الساعة 6 ويفطروا مع بعض حاجة روح طيبة جداً جداً يعني فكل اللجان دي قيمة بزورها الفرقة دي قيمة بزورها وكلهم بيكتموا فيه يعني حب النادي الأهلي فيه أمر كمان قبل ما ننسى برضا سوزي عقوب اللي هو الناج الأهلي برضو من دمن البرنامج والانتخاب بتاعه ان هناك الناج الأهلي دلوقتي خدنا قرار مجل الزارة قريب جداً ان احنا بيبقى هناك شهادات دراسية شهادات دراسية بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية في تسويق الرياضي يعني في الإدارة الرياضية والإعلام والتسويق الرياضي يعني لي عضاء النادي ولمحب النادي الأهلي كمان في علاقة مع النفس الأهلي مع الجامعة الأمريكية نادي الأهلي مع الجامعة الأمريكية مع جامعة ريال مدريد احنا خدنا هذا الأمر بذلك يتم تفعيل هذا القرار سوء الله اللي ممكن يبحق شيء مستحدث كمان